حسين عايزة اسألك عن النهائيات يعني ممكن متسجلش بس بتصنع في مبارات مهمة وحساسة نهائات كأس إفرقية نهائات كأس العالم للأندية الذكرى الأغلى البطولة الأصعب سواء إفرقية أو كأس عالم للأندية الهدف الأغلى كمسجل في الدحية لمسجل في التحاد جدة وليه قلت التحاد جدة كان أصعب من العين نهائة كابتن هقول لك كابتن يعني التحاد كان أصعب من العين لكذا حاجة واحد أولاً أنت بتلعب في اللعب الاتحاد في الاتحاد صحيح في السعودية جمهور الاتحاد ثالثاً والأهم لعيد نادي الاتحاد يعني تكلم على الملعب الجمهور الفريق اللعيبة فريق كبير أنت جاب نجوم كبيرة على مستوى من دور إنجليزي ودور أسباني وكل الدوريات فأنت بتلعب فريق كبير وانت كابتن عندك كل الناس كله كله حتى هنا يعلمين كتير في مصر وناس كتير وجمهور كله بيقل من نادي الأهلي والعب من نادي الأهلي بس طبعاً استحاب هو مش بيقل مش بيقل بس هو كان بيقولك نقطة الرابعة اللي انت تنسيت تقولها إنه هو التاريخ كان في صف نادي الاتحاد عشان خاطر كاس العالم كان كسب الأهلي لا وقبلها وكل الكلام بيقى طبعاً أنا معاك في ديها كابتن ماشي بس إحنا كلعبة كل الكلام ده كابتن إحنا كنا واخدينه إجابي واخدينه إجابي طبعاً نعم تأكده كده في الأولى تبتلعب كاس العالم نعم وإحنا الحمد لله كلنا كويسين في كاس العالم فأنت جاي بتلعب الاتحاد هناك في عز النجوم دي كلها والناس بتقولك أنت هتخسر ولا بنزيمة كان لسه ملاع لعباء الضبط كان لسه جاي وكان لعبة كتير لعبة كتير وحتى ده فريق لعبة كمان من السعودية كان لعبة كويسة جداً نعم بس إحنا لا نازلين الموتش ده حياة أمود بالنسباننا حياة أمود بالنسباننا حجازي كمان كان بيلعبه كان فريقاً فريق كويس جداً تشكيك فيكو ودكو دوافع أكتر طبعاً يا كابتن نعم طبعاً معلش يا كابتن إحنا الجلدة بالذات يا كابتن ناس كتير قوي كان بتحاول توقعه وتقلل منه ياه كتير يا كابتن نعم وبالذات ما بنخسر ماتش يعني نعم بنخسر ماتش الناس وصرق ماتش بتسبب لكو كوارس نعم بس إنت يا كابتن معلش إنت الجمهور دايماً ورانا بيبقى واسك فينا نعم نفسياً أنت ما بشوف الجمهور أصلاً بتبعه وصوتك طي